نتكلم مثلاً دلوقتي عن استعدادات نادي الزمالك لمواجهة المصر الورسعيدي وشيف من وجهة نظرك كيف يستعد الزمالك لهذه المواجهة طيب مبدئياً كده لازم نتكلم أن الفترة التوقف دي كانت فترة توقف مسائلية نادي الزمالك ناس هتقول إزاي وفترة توقف مسائلية ده هم نرسى في أول السيزون لازم ناس تبع عرفة نادي الزمالك في بداية السيزون عنده خمس ستة إصابات من عصر أساسية ففكرة إننا إذا فيه توقف طويل دي هتطيح الفرصة لأننا العيبة دي تستعيد مستوىها مرة تانية إن العيبة دي تقدر إنها حالة استشفاء تاني من الإصابة دي ويقدروا إنهم بدنياً حتى يقدروا يرجعوا تاني بشكل كويس أوي ويمكن من الأخبار السعيدة ومن الحاجات اللي فرحت لواحد جداً 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 تصريح أحمد يحيا وكيل الوينش يمكن تلع علينا ناس كتير أو قالوا إن الموسم انتهى للوينش وإن الوينش 9 شهور و10 شهور والكلام ده كله وعملت حالة إحباط لجمعين نادي الزمالك زي ما أنت عارفة قيمة الوينش قيمة كبيرة جداً عند جمعين نادي الزمالك لأنه واحد من أفضل المدافعين الموجودين سواء في نادي الزمالك أو في منتخب مصر أو في أفرق عموياً فهو يعني مدافع متكامل فكان في حالة من الإحباط كبيرة جداً عند جمعين نادي الزمالك إلى أن صرح وكيل أعماله قال يا جماعة ما فيش الكلام ده خالص ناس لم يتحدد حتى الآن المدة وإن كان مبدئياً غياب الوينش هيكون من شهرين لتلت شهور يعني أنت متخيلة ناس كانوا لسه من يومين بيقولوا الوينش هي تسع شهور على نادي الزمالك تسع شهور 8 شهور أنا أتعلم والموسم انتهى بالنسباله ويطلع وكيل أعماله بيقول أن إحنا مبدئياً مبدئياً الغياب من شهرين لتاقي شهور فدي حاجة كويسة قوي وإن كان إحنا بنتمنى طبعاً أنه يرجع بكامل صحته طبعاً طبعاً لأن الوينش هو واحد من العاصل أساسية في نادي الزمالك ومنتخب مصر بالإضافة إلى إبراهيمان ضاي يمكن إبراهيمان ضاي حصل له شد في العضل الخلفية وشد من درجة عامل التانية أو التالتة وده كان محتاج فترة كبيرة برضو يمكن نسمعنا أن إحنا خلاص إبراهيمان ضاي نزل التدريبات الجماعة بتاعة نادي الزمالك بالإضافة الواحد مهم جداً 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 نادي الزمالك هتمنتظرها بقالها سنين ونفسها هيجي هو نبيل عماد دونجا يمكن مع كل صورة بتنزل على سوشال ميديا في صفحات نادي الزمالك لنبيل عماد دونجا بتلاقي كمية كومنتات الناس واثقة فيه الناس عارفة إنه هو قد إيه العيب كويس وفي نفس الوقت برافو عليك أن تقول كتين وطماماً قوي نها بتدعمه فكرة إنه يبقى عندك وعي إنك بتدعم اللعيب بتاعك حتى في أصعب فتراته هتي متخيئة النهاردة رأي بمضي في نادي بمضي في نادي الزمالك وبعد ما مضيت في نادي الزمالك وخلصت اتصبت وإن كان كمان أنا سمعت إنه هو اتصب قبل اليوم اللي في يمضي في نادي الزمالك هتي متخيئة حالة سوء التوفيق وسوء الحظ اللي عنده ولكن جمهور واعي زي جمهور نادي الزمالك ومهور بيها تحم كل لعبته وعنده وعي كبير جداً بالحالة النفسية بتاعت اللعيبة فهو ماشي في طريق الدعم دونجا يستحق دونجا برضو لعب كبير طبعا بشكل كويس يا رب إن شاء الله خط نص ملعب نادي الزمالك أعتقد إنه هو دلوقتي يبقى واحد من أفضل خطوط نص ملعب في مصر خاصة كمان موجود عمر السيسي اللي بقى عضو في منتخب مصر بعد انضمامه النادي الزمالك فأنا شايف إن شاء الله بعدها بمبراتين بالزبط آه بعدها بمبراتين في نادي الزمالك فأعتقد نص ملعب نادي الزمالك اللي كان صداع عندنا السنة اللي فاتته طول الموسم ما عندناش نص ملعب وإن كان محمد قاشف رؤى أدى دوره بشكل كويس أوي لازم أعييه ولكن الحمد لله إحنا عملنا صفقات كويسة جدا أما استعدالتنا نادي الزمالك فأعتقد يعني إنه إن شاء الله كان رقم واحد مقام الأول إننا عودة المصابين بشكل كويس أوي وتجهزهم بشكل كويس أوي لمبرات الدور